حضرتكم في هذه التغطية حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة القبض على عامل في مطعم شهير بالقاهرة وأفادت التحريات بأنه اعتاد تصوير السيدات أثناء التواجد في الحمام وقبل الدخول في تفاصيل هذه الواقعة تعالوا نتابع هذا الفيديو ونرجع لحضرتكم بالتفاصيل اشتركوا في القناة برحب حضرتكم من جديد مشاهدينا وفي تفاصيل هذه الواقعة حيث كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لضباط قسم مدينة نصر أول بشأن شكوى داخل أحد المطاعم الشهيرة وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول اللي هو أحد الأشخاص وزوجته وهم مقيمان بالإسكندرية والطرف الثاني هو مدير المطعم وأحد العاملين به وقرر الطرف الأول تضرره من الطرف الثاني بسبب قيام العامل بوضع هاتفه المحمول أعلى صقف دورة مياه السيدات بالمطعم في وضع التسجيل لتصوير السيدات وبمواجهة الطرف الثاني اعترف العامل بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته الهاتف المحمول وبفحصه تبين احتواءه على ثلاث مقاطع فيديو بذات المضمون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية البداية جاءت بتلاقي قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من سيدة أفادت فيه باكتشافها وجود كاميرا داخل حمام السيدات بأحد المطاعم من هنا انتقل رجال المباحث لمكان الواقع وتبين من التحريات والتقيقات ان المتهم وضع كاميرا داخل حمام السيدات لمشاهدتهم وربطها بهاتفه المحمول تم التحافظ طبعا على الكاميرا وضبط المتهم التي أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التقيقات كمان أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل نظافة لاتهامه بتصوير السيدات داخل حمام بمطعم شهير أربع أيام على ذمة التقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول تلك الواقع أيضا مشاهدين اعترف المتهم بارتكابه للواقع خلصة بعد زرع هاتفه بهوية الشفاط بسقف الحمام الخاص بالسيدات داخل هذا المطعم وأكد كمان انه اعتاد على هذا الفعل المشين منذ فترة إلى أن تم فتح أمره وبفحص الهاتف المحمول المتهم عثر على أربع فيديوهات منهم مقطع مدته ساعة ونص بيظهر من خلاله النساء والزبائن داخل هذا الحمام أيضا انتهت جهاد التحقيق بالقاهرة من تفريغ كاميرا هاتف محمول عثر عليه بحوزة عامل نظافة في مدينة نصر عثر بداخله على أربع فيديوهات مدتها تجاوزت الستين دقيقة لسيدات وفتيات داخل حمامات النساء في هذا المطعم الشهير في مدينة نصر وبمواجهة المتهم اعترف بأنه بيضع الهاتف في مكان مميز لا يرى أحد ويقوم بتصوير السيدات خلصة بعد زرع هاتفه بهواية الشفاق بسقف حمام السيدات داخل المطعم وأنه يرتكب هذا الفعل منذ فترة طويلة ولم يتم اكتشافه إلا عن طريق الصدفة في هذا الوقع وهذه الوقع وأمرت النيابة في هذا السياق بحبسه وقامت أيضا جهاد التحقيق بفحص الهاتف وعثر بداخله على فيديوهات منها مقطع مدته ساعة ونص بيظهر من خلاله نساء وزبائن داخل الخمام يعني موقف وإجراء نحيي عليه السيدة وزوجها اللي بدروا وصارعوا بالتوجه للشرطة للتقدم بهذا البلاغ مرة تانية ألقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة القبض على عامل في مطعم بالقاهرة أفادت التحريات بأنه اعتاد تصوير السيدات أثناء التواجد في الخمام وكشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لضباط قسم مدينة نصر أول بشأن شكوى داخل أحد المطاعم وبالانتقال والفخص تم التقابل مع الطرف الأول اللي هو أحد الأشخاص وزوجته وهم مقيمان بالإسكندرية والطرف الثاني هو مدير المطعم وأخذ العاملين به وقرر الطرف الأول تضرره من الطرف الثاني بسبب قيام العامل بوضع هاتفه المحمول أعلى سقف دورة مياه السيدات بالمطعم في وضع تسجيل الفيديو لتصوير السيدات وبمواجهة الطرف الثاني اعترف العامل بارتكاب الواقع والضبط بحوزته الهاتف المحمول وبفخصه تبين احتوائه على ثلاث مقاطع فيديو بذات المضمون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والبداية طبعا كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغ من سيدة أفادت فيه باكتشافها وجود كاميرا داخل حمام السيدات بأحد المطاعم وعلى طول انتقل رجال المباحث لمكان الواقع وتبين من التحريات والتخيقات ان المتهم وضع كاميرا داخل حمام السيدات للمشاهدة وربطها بهاتفه المحمول طبعا تم التحفز على الكاميرا والموبايل وضبط المتهم تم واللي أمر طبعا النيابة بحبسه أربع أيام على ذمة التخيقات أيضا أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل نظافة لاتهامه بتصوير السيدات داخل حمام مطعم شهير أربع أيام على ذمة التحقيق وكلفت طبعا المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول تلك الواقع بهذه التفاصيل تنتهي هذه التخطية مشاهدين بشكركم على طيب المتابعة ونلتقي على مدار الساعة من هنا تلفزيون اليوم السابع شكرا لكم وإلى اللقاء